عدد كبير من نجمات العالم العربي حرصوا على المشاركة في فعاليات أسبوع الموضة بباريس لمسم ربيع وصيف 2024 وتنفسوا في لفة الأنذار وجذب عدسات المصورين بإطلالات تنوعة ما بين الغرابة والأناقة وأكيد الجرعة ففي الوقت اللي خرج بعضهم عن السياق بفساتين غير مألوفة فضل فريق تاني اختيار قطع نعمة وبسيطة بس في نفس الوقت منافسة للأناقة الباريسية النجمة المصرية غادة عبد الرازق كان حريصة على حضور عدد من فعاليات أسبوع الموضة بباريس وحضور أكتر من عرض أزياء لمصممين عرب وأجانب وشاركة الفانس بمقاطع فيديو من هناك ظهرت فيها فستان أحمر مكشوف أما أمينة خليل فحضرت تلت عرض أزياء الأول كان للمصمم اللبناني جورج ونشرت مقاطع فيديو من أجواء العرض اللي بدأ على أنغام أغاني وكلسوم فيروز واستعرضت إطلالتها بصورة ظهرت فيها فستان دهبي أنيق أبرز جمع قوامها وعبرت عن انبهارها بأجواء العرض في تعليق كتبت فيه كان لي شرف حضور عرض الأزياء الراقي لجورج ضمن أسبوع الموضة في باريس اليوم كنت في حالة من الظهول من الجمال اللي شفته وموسيقى مكشوف أضافت مزاج استثنائي ثاني عرض حضرته أمينة كان للبناني توني وارد واختارت فيه فستان أبيض أصير بتصميم مختلف من الرأبة وكتلت لالا الأجراء فاختارتها لعرض مجموعة الفرنسي سيفن رولاند واللي لبست فيها فستان أبيض مش معلوف من قطعتين مكشوف في الظهر تماما وده اللي خلاها تسرع عرسات المصورين بمبرد وصلها الفنانة السورية دي ما قندلفت حضرت عرض أزياء جورج لكنها كتحريصة على الخضوع لجلسة تصوير باريسية وشاركة متابعيها بلقطات منها ظهرت فيها فستان زهري قصير وشال أبيض ناعم في الوقت اللي أصارت الفنانة لبنانية ميريان فارس جدل كبير على السوشل ميديا بإطلالتها لإحدى فعاليات أسبوع الموضة النجمة الملقبة بملكة المسرح اختارت فستان أصفر فتفاض منقط بالأبيض لكن مكشوف بشكل تجاوز الخطوط الحمراء عند منطقة الصدر بس الغريب أن الانتقادات اللي طالت الفنانة من شطاء السوشل ميديا ما كانتش على جرئة إطلالتها على قد ما كانت من غربتها لدرجة أن البعض وصف طلت ميريان بلوك المهرج إجماع كبير حصادته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محبيها وبمهور متابعي مواقع التواصل على جمال وأناق الطلتها الباريسية فظهرت في مقاطع فيديو متدولة من حضورها لإحدى عروض الأزياء بوستان أزرق شفاف وضعت على أكتافها بلط قصير من الفرو وعلى نقيد من هيفاء اتعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لموجة انتقادات بسبب طلتها واللي اخترت له فستان أسود بدون أكتاف ولبست قفزات وجوارب من نفس اللون والغريب أن بلقيس ظهرت في مقطع فيديو خلال استعدادها لدخول العرض بإطلالتها المكشوفة في الشارع بتصارع أجواء البرد في باريس وليكشفتها ملابس المصورين الشتوية التئيلة اللي وقعت بلقيس صيدة سامينة لفلاشات كاميرتهم تانيت للى البلقيس من أسبوع الموضة في باريس كتأكتر احتشاماً ونشرت بلقيس صور بتجمعها بمصامم الأزياء وظهرت بطلة بيضة أنيقة اختارت لشعرها تسريح عفوية وعبرت عن انبهارها بالقطع المعروضة واستعرضت بعضها في الأطاة مميزة